حلقة جديدة تضاف إلى سلسلة طويلة من اللقاءات الجماهرية والنقاشات والندوات وورش العمل لحزب حماة الوطن من أجل الخروج إلى توصيات نهائية تقدم على طويلة الحوار الوطنية خاصة مع اقتراب موعد عقاده وهنا في محافظة الجيزة يكتمع أبناء حزب حماة الوطن وبحضور نخبة من السياسيين والديبلوماسيين والفنانين والرياضيين وعلماء الاجتماع والزراعة لمناقشة أحد أهم المحاور الرئيسية التي حددها الحوار الوطني الثلاثة المحور الاقتصادي لما نفكر نزود الرقعة الزراعية بتاعتنا هنزودها على الأراضي الصحراوية والخالية من الأمراض لذلك كان حرصنا على أن نهتم بقطاع الزراعة ونقدم رؤية جادة لاستصلاح أكثر من 2 مليون فدان أراضيهم موجودة والمية بتاعتهم موجودة بعيدا عن مياه النيل وبطرق الري الحديثة وأعتقد أن ذلك سيساهم في سد الفجوة الغذائية وسيعمل على توفير العملة التي نستورد بها معظم السلع الرئيسية من الخارج عايزيني المشروع القومي لإنتاج التقاوي يبدأ بسرعة لأننا نستورد كمية كبيرة من التقاوي مسلزمات تبقى بأسعار معتدلة ومناسبة للفلاح تسعير المحاصيل بكويس نطبق قانون الزراعة التعاقدية نعمل قانون السندوق التكافل الزراعي لتعويض الفلاحين في حالة الضرر نزود كمان الدعم المالي بالنسبة للمزارعين بصفة عام أتمنى بالفعل أن نسمع كل الأراء والأراء المختلفة حول سبل الخروج من هذه الأزمة سواء كانت اقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية يمكن نهاردة كلموا أخواننا وزادوا في الكلام عن الأزمة الزراعية وإزاي نقدر ننهض بالزراعة وإزاي نقدر نحقق الاكتفاء الزاتي وكل ده مهم جدا أتمنى أن التوصيات تكون موجودة على مئدة الحوار بين كل القوى السياسية في الفترة القادمة لأول مرة بحضر فعالية بالشكل ده وأنا كراجل فلاح يعني من الغربية فخور أن احنا بنقش النهاردة محور الزراع لأن محور الزراع ده محور مهم مشاكل اللي بيعاني منها الفلاح مشاكل مهمة احنا محتاجين نتوسع زي ما توسعنا في مرحلة وكنا بنملك الخرجين الأراضي خمس أفدنا عشر أفدنا في عدد من المشروعات راح بدأوا خمس فتاديين النهاردة بقى عندهم خمسين فتاديين بقى كانوا بيت بقى عدة بيوت جوزوا أبنائهم الزراعة المصرية طوق النجاة للاقتصاد المصري لمواجهة أزمة الغذاء العالمية لتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية كان هذا هو المحور الرئيسي للنقاش وتناقش الحضور أيضا في تنشيط القطاع الزراعي الذي يمثل خمسة عشر في المئة من الصادرات غير النفطية فضلا عن إقامة جلسات أخرى لمناقشة كافة أبعاد القضية إحنا طلعنا بتوصيات بتقول إيه؟ بتقول إحنا لو عدلنا أو بدأنا نفعل القوانين التي تدعى لتملك الأراضي للمستثمرين والأفراد خلاص بطرق ميسرة وسريعة ونبعد عن البريقراطية خلاص هنبتدي نقدر نخلي المزارع والمستثمر يشتغل بالثقة ثم يقدر ينتج سريع الناتج السريع في خلال أشهر سريع حيبقى فيها عائد للبلد إحنا مطالبنا خلال الفترة القادمة إن إحنا ندعم هذا المركز الخاص بالحصة الزراعية يدعم سواء ماديا أو يدعم تقنيا لأنه هو ده المستقبل الخاص بالزراعة المصرية إن شاء الله بإذن الله التوصيات اللي تخرج هيتم برضو مراجعتها من متخصصين ليدا الحزب وسنقوم برفعها لدارة الحوار الوطني ومن ثم لفخامة السيد الرئيسة فتاة السيسي توصيات عدة خرجت من مؤتمر حزب حمة الوطن على رأسها ضرورة تفعيل الاستثمار الزراعي في إفريقيا وإنشاء مصانع الأسمدة والاعتماد على وسائل الرأي الحديثة هذا بخلاف ضرورة تواصل الأمانات الحزبية في المحافظات والمراكز بعد المؤتمر مع الناس لجمع كافة توصيات لبناء مستقبل مصر بيد شعبها عمر أبو جبل مصر جديدة اي تي سي